السلام عليكم متابعين دراما سبورت بنرجع لهموم الكرة السورية لخيبات الأمل للامنطقية بكل مفاصل هاي اللعبة وبما أن حديثنا عن اللامنطقية فلازم نحكي عن شغلة منطقية شفتها ولازم تصير حدث تاريخي بالإعلام السوري على قناة الإخباري السورية وببرنامج وين جول تم استضافة السيد فاروخ سرية والسيد أنس السباعي الملشحين لرئاسة الاتحاد السوري لكرة القدم يعني فيك تقول مناظرة مصغرة كل شخص بده يحكي عن الشي اللي ممكن يقدمه بالمستقبل للكرة السورية عجبني جدا استضافة شخصين مرشحين بيحكوا عن البرنامج الانتخابي هاي خطوة إيجابية بنحسبها لقناة الإخبارية وكمان لبرنامج وين جول علم أنه نحن بنعرف شو هيصير يعني بالمستقبل لكن كخطوة إيجابية فلازم نسلط الضوء عليه طبعا غاب المرشح الثالث السيد حاتم الغايب عن اللقاء اللي اجتمع فيه السيد فاروخ سرية والسيد أنس السباعي ممكن ما عنده أي شي يحكي أو ممكن بسبب ظروف خاصة يعني ما عدنا علم بسبب غيابه لكن كان لازم يحضر ونشوف شو آراءه حول هاي المواضيع عموما يا شباب بما أن شفنا مرشحين فبظن أنه الثالث حيكون نفس هالمرشحين نفس الأفكار نفس البنية طبعا مع اختلاف كيفية إيصال المعلومة للجمهور عادة عن ذلك فالثلاث مرشحين ممكن ما حيمونوا ع قلم أزرق بمبنى الاتحاد الكم كلمة اللي عنده بعد 40 سنة من تواجده بالمناصب الخاصة بالكرة السورية يعني حابب يحكي حابب فضفض للجمهور عن الشي اللي عم بيصير طبعا وصل متأخر لكن حابب يحكي وهذا الشي إيجابي طبعا السيد فاروق سرية ولا السيد أنس سباعي وحتى المرشح الثالث حاتم الغايب الثلاثة بيعرفوا أنه ما بيمونوا ع قلم أزرق يعني والأمر الصرف موجود بممنى الاتحاد طبعا كل شخص حابب يحكيه بطريقة مختلفة للجمهور لحتى يفهم الجمهور السيد أنس سباعي باينتوا جديد على الكار يعني فعم بيحكيها بطريقة أنه الأمور السلسة والأمور حتمشي بهاي السهولة بينما السيد فاروق سرية عم بيحكي بكل صراحة أنه الأمور ما حتمشي بكل هاي السهولة المشكلة يا شباب بكل هاي المناظرة وبكل هذا اللقاء أنه راح نص الوقت وهنا نعم يحكوا أنه الاتحاد الرياضي العام عم بيتدخل وفي الشخص الثاني عم بيقوله أنه الاتحاد الرياضي العام عم بيتدخل لكن فينا نحد من التدخل راح نص الوقت ما فهمنا البرنامج الانتخابي ولا فهمنا طرق الحل لهاي المشاكل كلها يعني ما فهمنا طرق الحل كل شخص عم بيحكي أنه أنا بدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك لكن آلية الحل غير موجودة طبعا المرشحين مع ذلك اتفقوا على شغلة تانية أنه دولتنا دولة مؤسسات وأنا هذا الشي ما نضده دولة المؤسسات أنا ما نضده لكن لما تكون الأموال هي بالفعل للدولة أموال الحكومة لكن لما تكون الأموال هي مجمدة هي أموال الفيفا فهاي ما لا علاقة بدولة المؤسسات هاي ما لا علاقة أبدا بدولة المؤسسات دولة أموال الحكومة طبيعي جدا تمر بخمسة آلاف مؤسسة هذا الشي طبيعي وهذا الشي منطقي وهذا الشي ما نضده هاي دولة مؤسسات لكن أنت عم تحكي عن أموال مجمدة لصالح الفيفا هذا أمر مختلف تماما يعني لما بتحكي لي عن اموال الفيفا وامر الصرف بيكون بالاتحاد الرياضي العام كيف فيني امر لك بصرف بشغلة ما هي ملكي ما هي ملكي يعني ما بمون عليها هي مانة ملكي هي ملك الاتحاد الفيفا وملك الاتحاد كرة القدم ملكة الشخصية يعني هي 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 اللي بتفهم اكتر انت امر الصرف كيف بيكون بايدك دولة مؤسسات لما يكون المال لك لما يكون مالك الشخصي او مال الحكومة هذا الشي مفروغ منه ما حدا لازم يتدخل بميزانية الحكومة ميزانية الحكومة هي بتعرف هي ادرة بميزانيتها بينما نحن نحكي عن اموال مجمدة موجودة بالفيفا ما هيعطوك اياها اذا كان امر الصرف بيشتغل بهاي العقلية فنحن بدنا نستفيد قدر الامكان من الاموال المجمدة ما بدنا يعني ما بدنا تروح هاي الاموال المجمدة فقط لان امر الصرف شخص بالاتحاد الرياضي العام انت شو مفهمك كمية المصاريف شو لازم لتطوير كرة القدم بسوريا يعني ما لك علاقة بكرة القدم انت رئيس اتحاد الرياضي عام انت مجرد سلطة تنفيذية بعدين بالطريقة الموجودة حاليا واللي عم بيدافع عنا الرئيس الاتحاد الرياضي العام وطبعا طلع بتليفون وبهدل الموجودين وبهدل الضيوف بشكل يعني بشكل او باخر انو نحن جماعة اا ما بنقبل وصاية وما بنقبل اي تدخل وهذا الشي انت شو عم تحكي يعني مين عم بيحكي عن الويصاية مين عم بيحكي عن هيك مواضيع اا انت هون رفضت يعني مبدأ المحاسبة اذا بدك تحاسب اتحاد كرة القدم بديو يلزقة بضهر الاتحاد الرياضي العام وازا بدك تحاسب الاتحاد الرياضي العام بديو يلزقة بيضهر بيظهر المكتب التنفيذي وإذا بدك تحاسب المكتب التنفيذي بده يلزأه بيظهر المكتب القضائي وروح وخود على هيك مواضيع هذا هو الفكر اللي أنت بدك توصله وهذا الشي غلط التسلسل بالأموال بأموال مجمدة تابعة لسلطة خارجية هذا الشي موجود بقانون الفيفا يا حبيبي ما بحكي من عندي إذا أنت مفهمان بكرة القدم ولا بعمرك يعني تابعت كرة قدم فهذا أمر بيخصك لكن نحن نفهم بكرة القدم بنتابع قوانين الفيفا هذا الأمر ما بيطبق مو شغلة ويصاية على دولة الأمر بيطبق على الجميع ما بيطبق بس على سوريا إذا هيك يعني أنت كمان لا تلعب بتصفيات كأس العالم ولا تلعب بتصفيات كأس آسيا عمل لك تصفيات المحافظات وساوي كأس العالم للمحافظات داخل سوريا لأنك أنت ما بتقبل ويصاية الفيفا الأمر بيطبق على جميع دول العالم يعني مو بس عليك أنت كسوريا افهمها طبعا السيد فاروق سرية حكاها بكل صراحة انه نحن يا جماعة كاتحاد كرة قدم ما بنمونع قلم ازرق بمبنى الاتحاد اذا ما كان امر الصرف الاتحاد الرياضي العام وطبعا اذا حكيت مع الاتحاد الرياضي العام يا نحن يا جماعة ما بنتدخل بامور اتحاد كرة قدم كيف ما عم تدخل اذا انت امر الصرف برجع لكلمة الويصاية اللي تحدث فيها السيد موفق جمعة وحكى فيها وعم بيزاودنا بالوطنيات وعم بيزاود وكأنه نحن بنقبل وصاية على سوريا يا عمي نحن ما بنقبل وصاية على سوريا لكن الاموال المجمدة هي من حق سوريا هي من حق سوريا هنما ما بيتدخلوا اصلا بكيفية صرف هاي الاموال لكن احنا بدنا الاتحاد كرة القدم يتحمل مسؤولية قراراته انا اليوم ما فيني احمل اتحاد كرة القدم مسؤولية القرارات اذا كان الاتحاد الرياضي العام هو الامر بالصرف كيف بدي احمله يعني كيف بدي اشتغل مع يعني كيف بنا نحمل اتحاد كرة القدم مسؤولية اي قرار اذا كان امر الصرف هو الاتحاد الرياضي العام والمكتب التنفيذي وكل الناس اللي الا علاقة بالرياضة واللي ما الا علاقة بالرياضة هون احنا عم نعطي مبرر تام مبرر كامل لاتحاد كرة القدم لا يتصرف متل ما بده اذا فادي الدباس ما كان فاسد ولا حتى صلاح رمضان ولا كان بايام فاروق سرية الجماعة كانوا عم بيشتغلوا لكن امر الصرف بنرجع للحلقة الاولى بنرجع للشخص اللي عم بيأمر بالصرف واللي عم بيدخل بقرارات الاتحاد كرة القدم لازم نلاقي حل هذا الموضوع بالذات لازم نشتغل على هذا الموضوع بالذات يعني سبحان الله بنفود بموضوع اتحاد كرة القدم بنرجع للاتحاد الرياضي العام يعني دائما ها هي المشكلة الاساسية علما انه الاتحاد الرياضي العام مسؤوليته انه يكون فقط داعم فقط داعم وليس صاحب مشروع صاحب المشروع هو ااتحاد كرة القدم هو عنده مشروع بيكون امر بالصرف بيشتغل كل شيء باستقلالية تامة انت داعم اذا كان في قضية فساد بتحاسب انت بتشوف بتراقب في قضية فساد شخص من اتحاد كرة القدم ما عم بيشتغل صح بتحاسبه كلنا بنوقف معك انت كشخص انت فقط داعم داعم فقط لا غير عما تكون امر بالصرف وصاحب مشروع شو فهمك بكرة القدم لتكون صاحب مشروع طبعا الاستاذ فاروخ سرية حط ايده على الجرح بشكل كامل حتى لو ما ربح بهاي الانتخابات فانا بحييه بحييه بصراحة لانه حكا بكل شفافية هاي الشفافية اللي نحنا بدنا اياها بسوريا حكا بكل شفافية انه انا ما فيني اعمل اي شيء اذا ما جمعت الاتحاد الرياضي العام وافقوا او اذا المكتب التنفيذي ما وافقوا على اي شغلة بدي اشتغله كصاحب فكر كروي هذا الشيء اللي بنطالب فيه انه خلوا العالم تشتغل خلوا العالم الموجودين هلا بالبلد ناس بنحبهم ناس بنشوفهم بيعرفوا خليوا يشتغلوا تركهم شوي يعني على الاقل لمدة عام عامين اعطيهم الفرصة انت راقب من بعيد طبعا يا شباب انتقادي للثلاث مرشحين هو هو يعني الثلاث مرشحين اكيد بنكون لهم كل الاحترام لكن انتقادي انه البرنامج الانتخابي انت عم تحكي عن شعارات رنانة لكن ما حكيت عن آلية الحل آلية الحل للوصول نحن مالنا مثل ألمانيا وإسبانيا اذا حكينا عن برنامج ما فينا نطبقه الا اذا كان في عدنا مع هذا البرنامج آلية حل انا بدي آلية الحل ما بدي برنامجك الانتخابي كله حبر على ورق كله حكي عن الفاضي كله شعارات رنانة كيف ممكن بكل برنامج انتخابي تلاقي آلية حل انت يسا ما تواصلت حتى مع رئيس الاتحاد الرياضي العام لانه لما اتصل تليفون حكى الكلام انه انا يا جماعة بدي اتدخل حكا حكا يعني حكاها انه انا بدي اتدخل انت يسا ما ما عم تقدر تقنع رئيس الاتحاد الرياضي العام بعدم التدخل كيف فيك تعمل برنامج انتخابي شو هو برنامجك الانتخابي كيف بدك تقنع الجمهور فيه نحن ما عم نحكي عن مشكلة وحيدة فقط تدخل الاتحاد الرياضي العام في مشاكل تانية مختلفة احكي عنا عملنا برنامج انتخابي صحيح مع آلية حل مشاكل الملاعب مشاكل النقل التلفزيوني مشاكل الاندية فقر الاندية ترحال الاندية كلها مشاكل كلها مشاكل انت عم تحكي عن مشاكل عظيمة مشاكل عويصة بكرة القدم السورية شو هي آلية الحل لازم نلاقي آلية حل انا خلال هذا الاسبوع الجاي هنحكي عن كل مشكلة عاحدة وكيف ممكن نفكر نلاقي حلول شو هي الحلول المنطقية طبعا بعد عدم تدخل الاتحاد الرياضي العام او بعد موافقة وهنا نمغمضين بعد ما تصير مشاكل فيك تحاسب اتحاد كرة القدم فيك تحاسب ومعك كامل الصلاحيات انت كحكومة كاتحاد الرياضي عام فيك تحاسب اي رئيس الاتحاد كرة القدم لكن خليه يشتغل خليه يعمل برنامج انتخابي مع آلية حلول خليه خليه شوي يعني يشتغل عكيفه هو بيفهم بكرة القدم للأمانة يا شباب بعرف في معوقات يعني للاتحاد لاتحاد كرة القدم وهاي المعوقات ممكن ممكن يعني ممكن نحلها ممكن نحلها اكيد يعني رئيس الاتحاد الرياضي العام بيتحمل مسئولية كبيرة خصوصا لما بيحكي عن الويصاية انت كيف بتقبل تعمل امر على اموال فيها ويصاية اذا انت عم تحكي عن الويصاية كيف فيك تقبل ما هي اموال موجودة بالفيفا كيف فيك تقبل كيف عم بتوقع فينا حملك المسئولية انت عم تقبل اموال الفيفا اي ويصاية عم تحكي عنه هاي الاموال بيعطوها لأي اتحادات يعني هاي مانا ويصاية هاي اموال سورية حقك الشرعي حقك الطبيعي ما حدا بيتدخل فيه طبعا اذا بدنا نحكي عن المرشحين فالسيد حاتم الغايب واضح انه ما في امل ابدا السيد انس السباعي كنت حابب يكون اكثر جراء اكثر جراء بالطرح يعني كنت حابب يكون اكثر جراء بالطرح السيد فاروخ سرية حكى حكى بكل شفافية على هو كان غير ناجح بكل ايامه مع اتحاد كرة القدم لكن على الاقل حكى سبب عدم النجاح وانا شايفه سبب منطقي سبب منطقي سبب منطقي تماما انك ما تنجح اذا كان امر الصرف بالاتحاد الرياضي العام والسيد موفق جمعة اللي مالوا على ابي كرة القدم شو فهموا بكرة القدم فطبيعي جدا يعني هلا صرت متفهم تماما سبب عدم نجاح رؤساء الاتحادات السابقة فاروخ سرية صلاح رمضان والكل كيف بدو ينجح يكتل خير وعم يشتغل طبعا عاد عن ذلك فحكى السيد اناس السباعي انو حيستقطب خبرات كروية كمان السيد فاروخ سرية حكى انو بدو يجيب عبدالقادر كردغلي يعني انو حنجيب خبراء بكرة القدم لاتحاد كرة القدم طبعا هذا الشي جميل هذا الشي حلو هذا الشي بنطالب فيه لكن كيف بدك تعطي الصلاحيات لخبراء كرة القدم وانت ما عندك هاي الصلاحيات ولحتى تكون صاحب صلاحيات لازم تكون صاحب مشروع ولحتى تكون صاحب مشروع لازم تكون الشغلة كله بايدك انت كشخص كرئيس اتحاد لازم تكون الامر الناهي بكل شي والسلام وخيتام